أنا حابب أقول لكم باختصار أنه البرنامج ده هنحاول نبحث فيه عن الإنسان الإنسان بمفهومه الواسع الإنسان اللي هو بقدر الإمكان نقف معاه نطبطب عليه نحاول نقدم له خدمة يعني إن شاء الله يكون البرنامج ده زي ما أنا خلال أكثر من ربع قرن قدر تعمل قاعدة عريدة مع الناس الحمد لله حب الناس رغم أن أنا بعيد عن الشاشة ما يقرب من ثلاث سنين لكن بحسوا لغاية هذه اللحظة وأنا داخل باب المدينة والناس فرحانة على الباب هترجع تاني يا أستاذ أقول لهم آه فأنا عناية دمعت والناس بتستقبلني النهار ده والله العظيم في المدينة يعني أنا بشكرهم يعني الناس الوقفة على باب المدينة الموظفين يعني فرحانين بأن أنا دخلت النهار ده المدينة بعد هذا الغياب فأنا بشكرهم جدا 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 يعني مهما قلت بشكر طبعا الناس اللي تواصلت معي على صفحتي وكان بتسأل علي واللي هنوني يعني حقيقة مش عايز أقول أرقام يعني ناس كتير جدا من كل أنحاء العالم من كل أنحاء العالم هنوني بوجود هذا البرنامج هنحاول نقدم إعلام خدمي هنحاول نعمل لكم إن شاء الله تواصل إنساني يليق بيكم ويليق بهذا الوطن يليق بمصر لأنه الحقيقة هذا الوطن اللي بنمر بيه مرحلة جديدة تماما فعلا جمهورية جديدة إحنا بنمر بإنجازات مش محتاجة كلام وكل من لا يراها أعمى بصراحة يعني خصوة النهاردة كمان يعني ثلاثة سبعة عايز أبدأ النهاردة هيبقى أول فقرة أو أول حلقة هنتكلم عن حاجة ريليتد بالقناة وهوية القناة هي الحقيقة الوباء اللي اكتاح العالم اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر هنقول فيه النهاردة كلام جديد هنعمل فقرة هنتكلم فيها عن كورونا من أين وإلى أين وابا معنا إن شاء الله رغم إننا كان معنا ضيوف كتير جدا وبعدين بارح كتير جيب منهم كتير اعتذروا يعني دكتورة عظيمة جدا يعني فوق الستين أمها بتولد مش عارف دكتور تاني عظيم جدا برضو مش عارف مراته فين بتتجوز يعني أي حاجة يعني فانبرح يعني الناس اعتذرت بس مفيش مشكلة عايز في عجالة برضو كده سريعة طبعا إحنا هنفتح التليفونات وإن شاء الله نتواصل مع حضراتكم الناس اللي عندها مشاكل حتى صحية إن شاء الله تكلمنا أو مشاكل إنسانية أو مشاكل نفسية أو مشاكل اجتماعية مفيش مشكلة لكن أنا عايز الحقيقة النهاردة الاربعين بتاع واحد أنا قربت منه فعايز أقول له الله يرحمه